بعد انتظار طويل أعيد افتتاح المركز الصحي بمحلة الكرامة ببلدية سبهة وذلك بعد الانتهاء من بناء المركز الجديد الذي اعتبر الوحيد في المنطقة ويقدم خدماته للألاف من سكان هذا الحي إذ وفر على العديد منهم عناء التنقل لمسافات طويلة للحصول على الرعاية والخدمات الصحية فكرة صيانة المركز نظراً لاحتياج المنطقة بمركز متكامل نظراً للبوعد المسافة من المنطقة للمستشفى 2 مارس وتواصلنا مع عدة الجهات من أجل الصيانة لهذه المرفق كان سكان حي الكرام يعانون معاناة شديدة جداً في أبسط الخدمات البسيطة سواء لو واحد صار لجرح ولا صار لحاجة بسيطة أو ضربت إبرة برورية يمشي للمستشفى 2 مارس وهذا كان معاناة كبيرة جداً الناس كانوا من زاوية الدخل المحدود ما عندهمش طريقة للوصول يعني بإفتاح هذا المركز في 17 برائد وفر حاجات كثيرة جداً للمواطن البسيط بالرغم من الانتهاء من صيانة المبنى الذي يحتوي على ثلاث حجرات الإواء وعشرة أسرة إلا أنه لا يزال يفتقل المعدات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة للمرضى بالإضافة إلى عدم وجود الطباء في التخصصات المهمة كالأطفال والنساء والولادة لا طبيب أطفال ولا طبيب نساء وهما يترججوا لأنه عندهم أظروف وما تسمح المنشي للبلاد ويجووا ويسألوا عندكم دكتور ما عندنا دكتور أطفال مفروض يكون على الأقل عندنا يوم واحد في الأسبوع يكون عندنا دكتور أطفال ونساء عندنا نقص في طاقم الطبي واشت لا يوجد أجهزة ولا معدات لخدمة المختبر وعندنا الصيدلية لا يوجد أدوية ببعض الأدوية فقط إعادة افتتاح المركز الصحي بحي الكرامة مثل خطوة أولى في طريق إنشاء المزيد من المرافق الصحية والتعليمية في المنطقة التي تفتقر للكثير من الخدمات اشتركوا في القناة